رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية للتدخل العاجل في هذا الإطار الذي رفع الغبن عن الاقتصاد المقاولاتي قطاع البناء والأشغال العمومية هو أكبر قطاع ولهذا كنت قد تكلمت على أن نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل في هذا الإطار لماذا؟ لأنه قطاع البناء والأشغال العمومية هو أكبر قطاع اقتصادي في الجزائر لأنه هو اللي يتم ببناء المنشآت القاعدية، بناء السكنات، بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء كل ما يستنزبه الأمر المواد الأولية زادت كلها تقريباً 100% أو 120% المستوى العالمي أتوقع، ما الجزائر فقط؟ حينما نقول عن المستوى العالمي الجزائر لديها مواد خام، ولديها إنتاج داخلي والبرصة الجزائرية لم تكن لتعمل في هذا الوقت بالذات لأننا نتكلم عن الإنتاج العالمي حتى أصحح بعض الكلام اللي كانوا قالوه بعض المسؤولين حينما نتكلم عن الإنتاج العالمي نتكلم في حالتين فقط نتكلم يا إما أننا نبيع بسعر ما يفرضه علينا الإنتاج العالمي أو حينما نريد أن نستورد نتكلم عن المنتوج خارج الإقليم الجزائري كم هو سعره أما في الموضوع الذي يتعلق بالإنتاج المحلي الجزائر متحررة في هذا الإطار بالنسبة للمدى الأولية، رئيس الجمهورية كان قد كبح لفائدة الاقتصاد الجزائري التصدير النفايات، نفايات الحديد ولكن المشكلة ما هو مطروحة لهنا؟ كانت النية حسنة على أن توفير نفايات الحديد لفائدة إنتاج الحديد المنتوج النهائي، كان الهدف منه هو عملية تخفيض من فاتورة الاستراع كانت هناك شركة من سنة 2017، هذه الشركة انتاجت سياسة رفع الأسعار وكانت التعامل للمواد الأولية، المواد الأولية تعنيفية هذه الشركة والمؤسسة هذه في معلقتها مع قدرت كيفش لأن المؤسسة الوطنية الاسترجاع كان الهدف تحها، والتي تبعها هي الإيميتال بطبيعة الحال كان الهدف تحها أنها الدرد أكبر مداخل للمؤسسة إلا أن الشركة الأخرى كانت تهدف من وراء ذلك أنها ما يكون لها حتى منافس في السوق ومع مرور الوقت هي تستولي وبطبيعة الحال حتى المؤسسات الجزائرية فيما بعد سوف تصبح هذه المؤسسات تابعة لها من خلال هذا المؤسسة ارتفع السعر منذ سنة 2017 تقريبا من سبعة دينار إلى خمسة وثلاثين دينار اليوم لبعض لازم الحكومة تنظر في وزارة جديدة هي التي تضبط السوق لأنه كاين كاين ما نقدرش في كل مرة نحمل المسؤولية تاعة إنسان تاجر نروح ونرهنول نعم تاجر قام برفع الأسعار أوروبا ما قام بمضاربة نقول مضاربة ولكن أتوني بالدليل على أن هناك مضاربة حقيقية أستاذ مدياني في هذه النقطة لماذا نتحدث عن رفع الأسعار نتحدث عن تصدير مادة الحديد في نفس الوقت أين الخالد لأربما؟ هو التأثير المباشر وهو أنه القاعدة تقول هو أنه يجب أن يكون هناك اكتفاء ذاتي نعم لما أنه نستطر ونأمل بتصدير أربما كمدات أكبر نفهم أنه هناك اكتفاء ذاتي من هذه المواد في السوق ليس هناك اكتفاء ذاتي لماذا نلجأ إلى التصدير؟ ليس هناك اكتفاء ذاتي لأنه حتى كنا ندرس في قانون العرض والطلب نعم نعلم أنه هناك توفير للمنتجات في السوق في حالة ما إذا كانت هناك منافسة شريفة هناك منافسة أخلاقية للمؤسسات فيما بينها لتما ندرس الموضوع على أساس أنه العرض والطلب هو الذي يؤثر في السوق أما إذا كان هناك مؤسسات اقتصادية تهتم بالعملية الإنتاجية في هذا الإطار وتقوم هذه المؤسسات الإنتاجية برفع المادة الأولية من جهة وحدة خلاف نقوم بعملية ما يسمى عملية تصدير الهوجاء يعني ندخل في السياسة الجديدة وهي أننا نصدر نصدر بدون منطق علمين نصدر بدون دراسة مسبقة في هذا الإطار اللي هنا راح نأطرع للسوق المحلية السوق المحلية ليست في موضوع الحديد ليست متأثرة بالمادة الأولية المادة الأولية تم رفع سعر التكلفاتحة من طرف جهة معينة وهي تعلم هذا الجهة الشخصية وكيف شراها طيب شد ملياني ارتفاع الأسعار ندرة مداربة في مواد البناء من المتضرر ربما الأول اليوم؟ هل المقاول أم المواطن أم جهات أخرى؟ يعني حتى المواطن اليوم لما يقوم ببناء سكنات تكلفة البناء ربما غالية ربما هل سيؤثر على تكلفة الكراء؟ والمتضررين الأساسيين بطبيعة الحال هو المقاول الدرجة الأولى المواطن والدولة لننطول نشفزه في هذا الإطار نروح ونعرجو ديالكتما المواطن المواطن بننساوش أنه هو متضرر من خلال رفع سعر أو تكلفة الإنتاج كنقوله تكلفة الإنتاج يعني يدرك مثلا هل من المنطقي أنه سكن إحنا نعتقد أن هذا السكن روى المتر المربع تاعه أبي طابل قابل للسكن في البروموسيونال يقدر يروح حتى الخمس ملايين ست ملايين أسكن توقعوا أنه سكن بسعة مئة متر مربع يلحق المليار ومياه ومليار وميتين هل المواطن اللي يتقاضى شهريا يتقاضى عشر أحداشر مليون يقدر يسدد مليار يقدر يسدد مليار ومليار 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 وملي